تزامناً مع خوضه منافسة الانتخابات التمهيدية والتي تفوق فيها على منافسه الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيوهامبشر يبدو أن الماضي سيء يلاحق دونالد ترامب المنافس الجمهوري للضفر بولاية رئاسة أمريكية جديدة وهذه المرة أمر تاية المحلفين في نيويوركا رئيس الأمريكية السابق بدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إليزابيث جين كارول التي كان قد وجه إليها إهانات بعد ادعائها أنه اعتد عليها جنسياً وكان ترامب قد أدلى بتعليقات عدة مهينة حول كارول عندما كان رئيساً ووصفها بالكاذبة في أعقاب زعمها أنه اعتد عليها جنسياً في التسعينيات في غرفة قياس للملابس في أحد المتاجر في نيويورك كما قام بالتشهير بها في أكتوبر عام 2022 مواجهة جديدة يخوضها الرئيس السابق الذي لقب بالرجل الأصفر وبقراراته المثيرة للجدل ومع اجتداد المنافسة تزداد بحسب ناشطين الإذارة لدى ما تخفي حقيبة مفاجآت ترامب من جهة وما تحمل له المحاكم من قضايا طفت إلى السطح بعد خسارته أمام منافسه الرئيس الحالي جو بايدن